التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي وذلك بمقار المجلس بالعاصمة البلجيكية بروكسل وأصرح متحدث الرئاسة بأن ميشيل رحب بالزيارة التاريخية الأولى للرئيس السيسي إلى بروكسل ومقار الاتحاد الأوروبي مثمناً العلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد مع مصر ومؤكداً في هذا الصدد اهتمام الجانب الأوروبي بتعزيز تلك العلاقات على مختلف الأصعدة خاصة في ظل كون مصر همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبية وبالنظر إلى الثقل السياسي الذي تتمتع به دولياً وإقليمياً من جانبه توجه رئيس السيسي بالشكر على حفاوة الاستقبال مؤكداً المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة المصرية والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي كما تطرق الاجتماع إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية الهامة في المحافل الدولية خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا حيث تم التوافق بشأن ضرورة تعزيز قنوات التشاور بين الجانبين فيما يتعلق بهذا الملف الهامة مع استمرار العمل على دعم مسار التسوية السياسية وأضاف المتحدث الرسمي أن ميشيل حرص على اللشادة بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية مؤكدا تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود في التعامل مع ذلك الملف خاصة وأن مصر تعد نموذجا ناجحا في المنطقة في هذا الصدد تحت القيادة الحاسمة والحكيمة من السيد الرئيس كما أعرب رئيس السيسي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وفقا لمقاربة شاملة تعالج الجذور الرئيسية للإرهاب والتطرف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر